في جسده على الصليب حمل خطيانا وأعطاك اقبره فالله الديان لما بينظر إليك موقف قضائي أعلن برائة بل مش برائة تبرير هذا الإنسان شو يعني التبرير؟ إنه أنا فعلا مجرم أنا خاطئ والكتاب بقول عني أنا خاطئ لكن بسبب دم المسيح اللي أخذ مكانك بديل عنك أعلن برائتك وتبريرك أمام الله الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران خطايا متبررين مجانا بنعمته الذي بالفداء بيسوع المسيح فإذن المسيح تصور معي صار خطيئة من أجلك حتى أنت تكون بر الله وهذا اللي بخلينا نشكر رب ليل النهار واو أكون أنا بر الله بر يعني من خلال يسوع المسيح شوف الرسول بطرس اللي عاش مع المسيح شو كتب بروح النبوة بطرس الأولى صحيح 2 آية 24 الذي حمل هو نفسه خطيانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحي للبر الذي بجلدته شفيتم اشتركوا في القناة 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 شكرا